الرئيس السيسي يتابع تطوير وتنمية جزيرة الوراق ويوجه بتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة شكري يبحث مع نظره اليوناني القضايا ذات الاهتمام المشترك ويعلن توقيع اتفاقية لتنظيم عمل المصريين باليونان المستشار الألماني يبدي مخاوفه تجاه العملية العسكرية الروسية ويشدد على ضرورة استعداد بلاده لتصعيد الوضع في أوكرانيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اهلا بحذراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ التطوير في جزيرة الوراق على الوجه الأمثل وبتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنبية المحلية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق وقد وجه السيد الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجماعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة في إطار تخطيط هندسي حديث ومنظم وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلاة وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية جزيرة الوراق لسيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة فضلا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة خاصة أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائي إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحي وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة لاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة لاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة وجها سيادته بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطعين العام والخاص وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الانتاج كهدف استراتيجي وفقا لمعايير الجودة العالمية قدمت الأمم المتحدة وثيقة شكر لمصر على دورها وجهودها في الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ وأشارت الأمم المتحدة إلى المشاركة الدولية الواسعة خلال المؤتمر بحضور نحو 66 ألف شخص كما لفتت إلى حرص الدولة المصرية على قيادة وتعزيز المشاركة الإفريقية في القمة التي شارك فيها أكبر متوسط أعداد في الوفود الإفريقية في تاريخ قمة مكوب وأكبر متوسط حجم للوفود المسجلة للدول الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نموا وأشارت الأمم المتحدة إلى تميز قمة كوب 27 عن العديد من القمم السابقة بالانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ حيث نجحت الجهود المصرية في التوسط بين الدول الأطراف للوصول إلى اتفاق تاريخي بشأن التمويلات المخصصة لمواجهة آثار التغيرات المناخية بما يخدم مصالح جميع دول العالم خصوصا الدول الإفريقية والنامية ترجمة نانسي قنقر 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 قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة بجولة تفقدية لمقار القيادة الاستراتيجية وقد أشاد الفريق أول محمد زكي خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت القيادة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المخططة مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات بما يسهم في تطوير منظمة العمل داخل المؤسسة العسكرية تقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في التأمين كما تم منح شهادات تقدير لمائتين وأحد عشر ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات على مدار أكثر من أسبوعين كانت مدينة السلام شرم الشيخ محط أنظار العالم لاستضافتها قمة المناخ وتقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات المؤتمر قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثل قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في تأمين فعاليات المؤتمر كما تم منح شهادات تقدير لمائتين وأحد عشر ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات وقد أشهد مسؤول الأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فعاليات المؤتمر والمظهر الانضباطي والحضاري الذي ظهرت عليه قوات التأمين وبخاص عناصر الشرطة النسائية وبتيسير إجراءات دخول أكثر من تسعة عشر ألف مشارك يوميا لقاعة المؤتمرات بالتنصق مع أمن الأمم المتحدة وعدم حدوث سمة مشكلات أو تداعيات خلال عمليات فحص ودخول المشاركين في ضوء الأعداد الكبير للمشاركين بالمؤتمر والتي تجاوزت تسعة وستين ألف مشارك وهو رقم غير مسبوق لم تشهده مؤتمرات المناخ السابقة والذين شعروا بالأمان طوال فترة تواجدهم سواء داخل أو خارج المركز الدولي للمؤتمرات كما أشاد مسؤول الأمم المتحدة بنجاح الأجهزة الأمنية في التعامل الفوري مع كافة بلاغات فقد المتعلقات الشخصية للمشاركين الأمر الذي قوبل باستحسان كبير من قبل المبلغين وثمن مسؤول الأمم المتحدة غاليا جهود الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات التظاهرية ضد الممارسات البيئية التي تضر بالأرض في الأماكن المخصصة لها والتي اتسمت بالاحترافية الكبيرة والمظهر الحضاري في التعامل معها كما أشاد بانتشار الخدمات الأمنية بكافة أرجاء المدينة من موفر الأمن والأمان للزائرين مع وجود الارتكازات الأمنية ذات الشكل الحضاري المميز والذي يتناغم مع الصورة الحضارية للمدينة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات التأمين تقدير وتكريم الأمم المتحدة للأجهزة الأمنية يؤكد نجاحها في توفير الحماية والتأمين لكافة المشاركين من رؤساء الدول والوفود والشخصيات الهامة خلال فترة تواجدهم بالمؤتمر سواء في مقرات إقامتهم أو تحركاتهم وكذا المناطق والمزارات السياحية حتى مغادرتهم المدينة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيت من السعر الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 652 قضية تموينية ومستندية وعينية بمضبطات حوالي 1500 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 71 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تم ضبط 848 طن كما تم ضبط 86 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 924 قضية من بينها 171 قضية خبز نقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للوسطات أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التعاون بين مصر واليونان بالمجال التجاري والاقتصادي له أولوية على أجندة عمل البلدين وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره اليوناني بالقاهرة قال شكري أنه تم توقيع اتفاقية للعمال الموسمية لتنظيم عمل المصريين باليونان كل من مصر واليونان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط العمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة وتم خلال مباحثاتنا اليوم أن شاهدنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمال الموسمية تفتح المجال بشكل منتظم بشكل خانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعما للاقتصاد اليوناني وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية وهناك فرصة للتوسع في هذا على مستوى القطاعات الاقتصادية هنأ وزير الخارجية اليونانية نيكوسا ديندياس مصر على نجاح الباهر في تنظيم قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وأضف وزير الخارجية اليوناني أن مصر قامت بعمل رائع في قمة المناخ كوريدا أهنأكم على نجاح انعقاد قمة المناخ العالمي في تلك الأيام السابقة لقد كان هناك دعم رئيسي لكثير من البلدان في هذه القمة ومصر وأنتم بصفاتكم الشخصية قمتم بأداء رائع ودور نموذجي وهذه فرصة رائعة لكي نناقش اليوم التطورات الإقليمية والوضع الهش في ليبيا وأطلعت معالي الوزير بتطورات الأحداث في ليبيا وكذلك كلانا اتفق على وضع ممثل للحكومة الليبية وكان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد اجتماعا مع نظيره اليوناني نيكوسا ديندياس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة وخلال الاجتماع تم التأكيد على العلاقات التاريخية ذات طبيعة استراتيجية بين مصر واليونان والتي تأسست على التفاهم المشترك والصب والمصالح المتبادلة كما تم التأكيد على التنسيق المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية سوف تحتضن اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة في السادس من ديسمبر المقبل لدعم الصومال وذلك في إطار أزمة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ عقود في ظل شح الأمطار التي يعتمد عليها ملايين البشر جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن إدراك الجامعة لصعوبة الموقف ولدفعها بدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة في الصومال واستنهاض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر والمنظمات العربية بحيث يكون التركيز على ثلاثة محاور الرئيسية هي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة التعاون لحفظ سيادة البلاد ورفض الانتهاكات المتكررة على أراضيها وشدد السوداني خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق على أهمية وحدة الموقف على المستوى الوطني وضرورة التكاتف والتنصيق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق وتأمين الحياة الكريمة لمواطنيه كما أكد شياع السوداني التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة بما يضمن حقوق الجميع بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع وفد من الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين عمان وواشنطن جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني لوفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامة في مجلس النواب النائب مارك تاكانو حيث تناول اللقاء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة كما تطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية إذ أكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولة إينا أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة وقال الناطق باسم الهيئة إن العدد النهائي للمرشحين بلغ ألفا وخمس وخمسين مرشحا بعد انسحاب خمسة مرشحين والحكم بعودة اثنين للسباق الانتخابي من قبل المحكمة الإدارية ومن المقرر أن تنطلق غادا الأربعاء الحملة الانتخابية بالخارج وتنتهي في الثالث عشر من ديسمبر المقبل فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الداخل يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر إلى صعيد الأزمة الأوكرانية حيث قال المستشار الألماني أولف شولز قال إن بلاده لا بد أن تكون مستعدة لتصعيد الوضع في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي في برلين أضاف شولز أنه من أو في ضوء تطور العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا بد أن تكون ألمانيا مستعدة للتصعيد والذي يمكن أن يشمل تدمير البنية التحتية دعا رئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي حلف النيتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن بشكل موثوق السلام والعدالة لبلاده والمجتمع الأوروبي وجه زلناسكي الشكرى للجمعية البرلمانية للنيتو والتي تبنت قرارات لدعم موقف بلاده لقد دعوت حلف النيتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن بشكل موثوق السلام والعدالة لأوكرانيا والمجتمع الأوروبي بأكمله كما دعوت جميع برلمانات الدول الأعضاء في النيتو إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان روسيا دولة إرهابية أعتقد أننا سنصل إلى هذه النتيجة تدريجيا هذه هي الطريقة التي ستظهر بها روسيا في العالم وأشكر جميع أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف النيتو الذي تبنى القرار المتعلق بالأمر لدعم هذا الموقف ومواقفنا الأخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا نجحت من أو نجت من كارثة نووية على واقع تزايد الهجمات قرب محطة زبوريجيا وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن ما لا يقل عن 12 انفجار قرب المحطة التي تغضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف حول قصف محطة زبوريجيا للطاقة النووية جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيرتها من وقع كارثة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الوكالة الدولية في تقريرها عقب تفقدها الأضرار التي لحقت بالمحطة نتيجة القصف الذي لم تتحدد الجهة التي تقف وراءها أكدت نجاة أوكرانيا من كارثة النووية بعد أن سقطت بعض القذائف بالقرب من مفاعلات المحطة وتضرر مبنى لتخزين النفايات المشعة التقرير كشف أيضا وقوع أضرار واسعة النطاق في محيط المحطة دون الإضرار بالأنظمة الأساسية والمعدات الرئيسية مؤكدا أنه لا توجد مخاوف تتعلق بأنظمة الأمن والسلامة النووية لكن ما زالت المخاوف قائمة خاصة أن الهجوم الأخير وقع على بعد عدة أمتار وليس كيلومترات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل جروسي بدوره دعا زعماء العالم إلى القيام بدور فعال وعاجل لإنشاء منطقة آمنة من أجل السلامة والأمن النووية حول محطة زابوريجيا القصف المتكرر للمحطة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثار الكثير من المخاوف بشأن وقوع كارثة خطيرة في البلاد والتي عانت من أسوأ حادث نووي في العالم عقب انفجار محطة شرنوبل في عام 1986 قالت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية شنت تسع غارات جوية وسبع هجمات صاروخية بالإضافة إلى خمسين هجوما برء للصواريخ على أوكرانيا أضافت هيئة الأركان أن القوات الروسية قصفت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية والمستوطنات بالقرب من خط تماس مما ألحق أدرارا بالبنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين وذكرت الهيئة أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت خلال اليوم الماضي لهجمات روسية بعدد من المناطق في دوناسك أعلن وزير الخارجية اليابانية يوشي ماسا هاياشي أعلن أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 2.57 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لدعم نظام إمدادات الطاقة في البلاد وأشدد هاياشي على أن الجانب الأوكراني يحتاج حاليا إلى المساعدة المناسبة على خلفية الأضرار الجسيمة التي لحقت بنظام الطاقة في البلاد نتيجة للضربات الصاروخية كما أكد وزير الخارجية الياباني أهمية الدعم لأوكرانيا مع اقتراب برد الشتاء وانخفاض أشعة الشمس خلال النهار وانقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه الأوكرانيون نشرتنا متواصلة نتابع فيها منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع أن تكون أوروبا الأكثر تضروراً من التباطئ العالمي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يتفادى الاقتصاد العالمي ركود العام المقبل ولكنها أشارت إلى أن أزمة التاقة العالمية ستؤدي إلى تباطئ حاد وستكون أوروبا الأكثر تضروراً منه وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي أنها تتوقع أن يتباطئ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل وذلك قبل أن يتسارع إلى 2.7% في عام 2024 ذكرت وكالة أسوشيات بريس أن مسؤولين ألمان أفادوا بأن المستهلكين والشركات في ألمانيا سيحصلون على دعم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ابتداء من يناير المقبل أوضحت الوكالة أن هذه الخطوة هي جزء من قيمة أكبر تبلغ 300 مليار يورو من الإعانات التي تعودها الحكومة الألمانية لمعالجة أزمة الطاقة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد البنك الأوروبي لأعادة الأعمار والتنمية بأنه لا يتوقع عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة كورونا وفي ظل عواقب الأزمة الأوكرانية وأوضح البنك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت بأكبر عملية نقل قصري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينيات وألفت البنك إلى أن عدد النازحين قصرا سواء في الداخل أو الخارج للحدود الدولية ازداد بشكل كبير حيث من المتوقع أن يتخطى العدد الإجمالي في العالم 100 مليون بحلول نهاية عام 2022 صدق مجلس الشيوخ الأسترالية على اتفاقيتين ثنائيتين لاتجارات الحرة مع الهند وبريطانيا تعتبر الاتفاقيتين بالنسبة لأستراليا لتحويل صادراتها من السوق الصينية إلى الهند هي اتفاقية مهمة بالإضافة لحاجة بريطانيا إلى إقامة علاقات تجارية ثنائية جديدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي يقر نهج الحكومة في التجارة بأن المرونة الاقتصادية لأستراليا تعتمد على علاقات تجارية عالمية مفتوحة إن السعي لمزيد من التجارة وليس أقل هو إحدى ركائز بناء المستقبل الاقتصادية الذي نريده في أستراليا بوظائف آمنة مرتفعة الأجر واقتصاد تنافسي دولي مفتوح مدعوم بطاقة نظيفة وسوف تساعد الاتفاقية التجارية مع الهند والمملكة المتحدة بلادنا على بلوغ كامل إمكاناتها الاقتصادية رفض اتحاد النقل المؤحد الذي يمثل عمال السكاك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة اتفاقاً للمطالب المبدئية للعمال والذي توسط فيها البيت الأبيض ووفقاً لجمعية السكاك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يومياً في حال إضراب عمال السكاك الحديدية عن العمل في الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تهدأ في الولايات المتحدة وتنفس الرئيس الأمريكي جو بايدن السعداء بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة يأتي تهديد عمال السكاك الحديدية بالإضراب في مختلف أنحاء البلاد ليعكر صفوة تلك الأجواء ويضع بايدن والديمقراطيين أمام مأزق جديد مسؤولون أمريكيون نقابيون أكدوا أن الولايات المتحدة تستعد لإضراب عمال السكاك الحديدية الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد وذلك عقب تصويت واحدة من أكبر نقابات السكاك الحديدية بالرفض على اتفاق المطالب المبدئية للعمال الذي توسط فيه البيت الأبيض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكاك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة رفض الاتفاق المبدئي لمطالب العاملين بالسكاك الحديدية وذلك لتفاقم أسباب الخلاف حول نظام الحضور والإجازات المرضية ويطالب العمال بالحصول على ضعف أجورهم وتطبيق سياسات حضور أكثر مرونة بجانب مزايا أخرى في اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه فوز لعمال السكاك الحديدية ووفقا لجمعية السكاك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا في حال أضرب عمال السكاك الحديدية عن العمل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وبموجب قانون العمل بالسكاك الحديدية لعام 1926 يتمتع الكونغرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكاك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني منع أو وقف أي إضرابات في السكاك الحديدية قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة لعام 2023 سيكون الأول بدون وصاية الدائنين للبلاد منذ 12 عاما كانت اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية عام 2018 ما زالت تغضع لرقابة مشددة من دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين كانوا يراقبان تنفيذ الإصلاحات الموعودة وشؤون البلاد المالية بعيدا من وصاية الجهات الدائنة قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة تاريخيا لعام 2023 لأنه سيكون الأول بدون وصاية للبلاد منذ 12 عاما اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018 كانت لا تزال تغضع لرقابة مشددة من دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين كانوا يراقبان عن كثب تنفيذ الإصلاحات الموعودة وشؤون البلاد المالية وزير المالية خريستوس تاكوراسا وصف الموازنة بالتاريخية وأكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي وعلى الرغم من هذا التفاؤل إلا أن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وزير المالية اليوناني أشار إلى أن البخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية مصلطا الضوء على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وشروط إمدادات الغاز في أوروبا بالإضافة إلى السياسة النقدية الأوروبية هذا ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل في انخفاض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع أكتوبر وراهنت على معدل 2.1% أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين انفتح بلاده على التعاون مع الشركاء الراغبين في العمل مع روسيا جاء ذلك خلال كلمة بوتين في مراسم رفع العالم الروسي على كسحة الجليد النووية أورال وإطلاق كسحة ياقوتيا في سان بيترسبرغ وذلك عبر تقنية فيديو كونفرنس وخلال كلمته شدد الرئيس الروسي على أهمية تطوير بلاده في مجال صناعة السفن وتعزيز موقعها كدولة عظمى في تصنيع كسحات الجليد التقى وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن في كامبوديا بنظيره الصينية ويفينغ على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة أسيان وخلال اللقاء أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تريد إنشاء شراكة استراتيجية شاملة مع دول رابطة أسيان في حين رد وزير الدفاع الصيني بالقول أن بلاده تأمل في أن تتبنى واشنطن سياسة منطقية وعملية تجاه بكين تعيد العلاقات إلى المصاري الصحيح اتهمت كوريا الشمالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني سياسات تنم عن ازدواجية في المعايير فيما يتعلق باختباراتها الصاروخية وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن مجلس الأمن عقد اجتماعا بشأن تجربة البلاد الصاروخية فيما وصفته بأنه استفزاز سياسي خطير وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فائقة للرد على أي مساس بحقوقها السيادية وأضافت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة ستواجه أزمة أمنية أكبر كلما زاد إصرارها على اتخاذ إجراءات عدائية سجلت العاصمة الصينية بكين عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بكورونا وسط قيود صارمة عاد السكان على إثرها إلى التعليم والعمل عن بعد فيما تم إغلاق العديد من المطاعم وتم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة على مستوى البلاد ليقترب العدد من أعلى مستوياته ويسجل منذ ظهور الوباء وسجلت مقاطعة جوانجدونج ومدينة تشونج تشينج أكثر من 16 ألف وستة آلاف وثلاثمائة إصابة على التوالي بحسب السلطات الصحية وتتمسك ثاني قوة اقتصادية في العالم بسياسة صفر كورونا بتدابير إغلاق وعمليات فحص وحجر صحي واسعة النطاق للسيطرة على تفشي الوباء هي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار كورونا لقي ستة وثلاثون شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق شب في مصنع بمدينة أنيانج بمقاطعة خنان الصينية ذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت 63 عربة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق فيما أفدت بأن عمال يشتبه بأنهم استخدموا معدات للحام بشكل مخالف للقواعد وتسببوا باندلاع الحريق قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون على عمق 10 كيلومترات ذكرت صحيفة سولومون تايمز أن الكهرباء انقطعت عن معظم أنحاء العاصمة ويجرى تقييم الضرر الذي لحق بخطوط الطيار الكهربائي وقالت هيئة الأرصاد الجوية أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواك تسونامي في البلاد لكنها حضرت من طيارات بحرية شديدة في المناطق الساحلية تفقد الرئيس الإندونيسي مدينة سيانجور في جزيرة جاوا التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وبلغت شداته 5.6 درجة على مقياسير اختر وذلك من أجل طمأنة المواطنين على استجابة الحكومة في الوصول إلى المحتاجين وتعهد الرئيس بإعادة بناء البنية التحتية بما في ذلك الجسر الرئيسي الذي يربط مدينة سيانجور بالمدن الأخرى وذلك بالإضافة إلى تقديم مساعدات للمتضررين وكان الزلزال قد أسفر عن مصرع 268 شخصاً وإصابة 1083 أخرين نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاحتفالية سنوية الثانية لعيد الطاقة النووية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي العيد السنوي للطاقة النووية تعبيراً عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية في التاسع عشر من نوفمبر 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت هيئة المحطات النووية الاحتفالية السنوية الثانية للطاقة النووية والتي تأتي تعبيراً عن الانطلاق الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطات النووية ويوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبعة النووية المحطة يعني مصممة على أعلى درجات الأمان ودي دخل في منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهي أيضاً من ضمن مزيج الطاقة يعني حركة عارفة احنا اشتغلنا في سنة 2014-2015 وكان فيه تحديد لمزيج الطاقة بنعتمد على الطاقة النووية بنعتمد على الطاقة الجديدة المتجددة وطبعاً الطاقة الاحفورية بقدر معين وحنا حتى زي مشايف نحن بنغضم أو استخدامات كمان الطاقة المتجددة الحقيقة الطاقة النووية هي طاقة نظيفة بتحافظ على البيئة بتقع في قلب التنمية المستدامة تماماً الحقيقة بتحافظ على البيئة لأنها بتقل من بعثات الكربونية يمكن الطاقة النووية الحقيقة ان بعثاتها الكربونية أقل من الطاقات الأخرى هي تتساوى فقط مع طاقة الرياح لكن هي أقل كثيراً من الطاقات الأخرى التي يمكن مقاونتها بيها طاقة مستدامة الاحتفالية أقيمت بمشاركة عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت الاحتفال بتخريج الدفع الأولى من مدرسة الضبع النووية وذلك احتفاءاً بيوم تاريخي يعد بمثابة بداية للمشروعات النووية على أرض مصر أهمية الحدث تكمل فيه أن مصر حطت لبنات الأولى للمشروع النووي المصري تحت قادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والنهاردة العيدة التانية للطاقة النووية فاندم أن احنا بدأنا فعلاً هيئة المحطات النووية في الصبة الخرصانية الأولى والتانية في هذا العام والنجاح الحقيقي أن احنا بدأ مصر تملك طاقة بشرية عالية جداً كانت متمثلة النهاردة الحقيقة في الخريجين الجدد من مدرسة الضبع النووية مدرسة الضبع النووية هي مدرسة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط هي مدرسة نظامها خمس سنين بيتم التحق بها بعد الاعدادين بشرة وعلشان التحق ليها فيها شروط فيه شروط طبعا في الدرجات وغير كده فيه اختبارات كتيرة عملناها في كلها في النهاية العسكرية وجودي في مدرسة طبعا نووية كانت فرصة كبيرة جدا ليا كطموح شخصي لان هي بتمزج بين الطابع العملي والطابع العلمي فدي خبرة كبيرة جدا لأي شخص يحب ان هو يكون عنده خلفية عن مجالها وبيحبه هو تخصي الميكانيكا وفي الاول انا كان فعلا تخصصي اللي انا حبه هو ميكانيكا فلما دخلت المدرسة اتخصصته على مدار الدراسة خلال الخمس سنين قدرنا احنا نستفيد بكم كبير جدا من المعلومات والخبرات على المستوى العملي والعلمي التحقي بالمدرسة اضاف ليه كتير طبعا لاني بقيت جزء من اول مشروع نووي مصري انا اول فريق من ضمن اول فريق هيشتغل في المشروع ده وان شاء الله اكون قادر ان انا نظيف يعني للمشروع زي ما المشروع ضاف يلعب مشروع انشاء محطة الضبع للطاقة النووية دورا هاما في الحياة الاقتصادية والتكنولوجية بما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة ويحقق قاعدة كبيرة من اجل تنمية مستقرة ومستدامة لعقود قادمة جرميل ابراهيم التلفزيون المصري اكد وزير الاوقاف محمد مختار جمعة ضرورة تحول ثقافة تعيش والتسامح وقبول الاخر الى ثقافة شعبية ومجتمعية في مختلف المجالات وذلك في مواجهة خطابات الكراهية والتمييز جاء ذلك خلال كلمة وزير الاوقاف في المؤتمر الدولي المنعقد بمكتبة الاسكندرية تحت عنوان التعيش والتسامح وقبول الاخر نحو مستقبل افضل واشار وزير الاوقاف الى ان هذا المؤتمر ابلغ دليل على عظمة النموذج المصري في ترسيخ اسس التسامح الديني والتعيش الانساني ويعقد المؤتمر بحضور رئيس جامعة الازهر ونيابة عن شيخ الازهر الشريف وبابا الاسكندرية بتريارك الكرازات المرقصية وعدد من القيادات الدينية والاكاديمية اختتمت اعمال القافلة الطبية بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استمرت القافلة الطبية لمدة يومين ثم وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين باجمالي 400 حالة قوافل حياة كريمة في الوادي الجديد احنا طبعا بتنفذ شهريا بمعدل 8 قوافل 16 يوم قوافل واحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الاكثر احتياجا والقوافل دي بتم الفحص الاكلينيكي بالنسبة او توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة بالاضافة طبعا ان احنا لو فيه حد محتاج تدخلات جراحية بنحاوله الاقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي ولو فيه اي ادوية بتصرف في القوافل طبعا لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية والان الجولة الاقتصادية من نشرة السادسة نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية مع زميلة دينا شرف اهلا بك دينا تفضل شكرا لك نوها شكرا لك اميرة والان موعدنا مع اخبار المال والاعمال محليا وعالميا نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقليص الدعم التمويني تزامنا مع الازمة الاقتصادية العالمية وشدت المركز على انتظام صرف المقررات التموينية لاصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل قيمة مخصصة لهم من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وذلك دون اي اقتطاع او انتقاص بالاضافة الى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاثنائية التي تتراوح ما بين 100 جنيه الى 300 جنيها ويستفيد بها 10 مليون ونصف المليون اسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل اكد وزير البطر طرق المول أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التوسع وزيادة خطوط الانتاج وقدرات تصنيع المضخات محليا في ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز وتنامي مشروعات القطاع وانشطته جاء ذلك خلال اللقاء وزير البترول مع رئيس احدى الشركات الالمانية في مجال صناعة المضخات لبحث سبل دعم وتعزيز انشطة التصنيع المحلي للمضخات من خلال شراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة في مصنع مصرية الألمانية للمضخات بسويس أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصانع رمال السوداء يستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائد إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشاعة الضر وكذلك توفير خمسة ألاف فرصة تعامل مباشرة وغير مباشرة وتطوير البنية التحتية الحيوية جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات بعنوان مجمع مصانع رمال السوداء في مصر الأحدث من نوعه في العالم واستعرض التقرير أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع رمال السوداء في مصر وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات تم مدفوعة بمشتريات محلية أجنبية وسط دولات مرتفعة وارتفع رأس المال السلقي 6.8 مليار جنيه لغلق عند مستوى 828 مليار و572 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إجي إكت تيرتي عند مستوى 12449 نقطة واغلق عند 12622 نقطة مرتفعا بالنسبة 1.39 من بئة بالمئة كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إجي إكت تيرتي عند مستوى 2397 نقطة واغلق عند 2406 نقاط مرتفعا بالنسبة 36 من مئة بالمئة وفتح مؤشر إجي إكت تيرتي عند مستوى 3484 نقطة واغلق عند 3503 نقاط مرتفعا بالنسبة 56 من مئة بالمئة نفى وزير النفط القويتي بدر الملة وجود نقاشات تتعلق ببنية تحالف أوبيك بلاس زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم وشدد وزير النفط القويتي على حرص بلاده على المحافظة على استقرار توازن في أسواق النفط وكانت السعودية والإمارات قد نفت في وقت سابق ما جاء في تقرير من صحيفة وولستريت بورنال حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبيك بلاس القادم في الرابع من ديسمبر ختام أخبار اقتصاد وعودات المرة أخرى إلى أميرة ونها إليكم شكرا لك يدينا إذن مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا إلى عنوينها الرئيس السيسي يتابع تطوير وتنمية جزيرة الوراق ويوجه بتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة شكري يبحث مع نظيره اليوناني القضايا ذات الاهتمام المشترك ويعلن توقيع اتفاقية لتنظيم عمل المصريين باليونان المستشار الألماني يبدي مخاوفه تجاه العملية العسكرية الروسية ويشدد على ضرورة استعداد بلاده لتصعيد الوضع في أوكرانيا انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري لكم من التحية إلى لقاء اشتركوا في القناة